قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو حرب إبادة فاق كل الوصف وأضاف أشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رمالة أن قتل الاحتلال لآلاف الأطفال يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة التي يجب أن تتوقف فورا ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة فاق كل الوصف فألاف الأطفال الذين يقتلون وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وأبائهم وبين أجدادهم وجداتهم إن ما يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة التي يجب أن تتوقف فورا بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود بالدخول لإغاثة أهلنا في القطاع المحاصر بالنار والدخان وسط انقطاع الكهرباء والماء الشهداء لهم أسماء وعائلات وبيوت وأحلام هذا الكشف الذي يضم 7551 شهيد نصفهم من الأطفال والنساء أطفال قتلوا وهم يرتعدون خوفا وجوعا في منازلهم بينما تتربص الطائرات وكذائف الدبابات بمن نجوا حتى الآن بانتظار اللحظة التي تنقض عليهم لتخطفهم من بين أيدي أمهاتهم وأبائهم ترجمة نانسي قنقر